يعني هنا شهل العمود اللي هنا واستبدله بعمود أكبر ثلاث مرات سواء في الكتلة أو في الاستفنس يبقى هنا مبقاش فيه تماثل حوالين محور X وحوالين محور Y يبقى now the center of mass of each story is moved slightly towards the bottom right of the plan towards the heavier column at each story بيعني بيقول لنا ان center of mass اتحركت ناحية العمود ده عشان العمود ده قتلته أكبر however for each story its location is still same اللي هو القيمة ده يعني ده بقت القيم الجديدة للcenter of mass except the roof which have a different lump mass compared to other stories due to different tributary volume of material يعني بيقول لنا هنا ان كل الادوار center of mass الجديدة هتبقى واحدة لكل الادوار بس طبعا مختلفة عن center of mass في الحالة الاولى مع عدى الروف center of mass هتبقى مختلفة نتيجة اختلاف الماس في الروف عن باقي الادوار يبقى هنلاقي القيمة الجديدة بقت 37-1-10-34-8-10 لو بصينا كده center of mass 37-1-10-34-8-10 الاول كانت 36 وطبعا القيم الروف هتبقى مختلفة بقت 36-1-35-4-10 يبقى هنلاحظ هنا ايه ان 37-1-10 هنا في النص 36-37-1-10 يعني اتحرك كده في اتجاه الكتلة الكبيرة بالنسبة المحور X بالنسبة ال Y بـ 34-8-10 يعني بدل ما هو 36 بـ 34-8-10 يعني تحت برضو تحرك في اتجاه الكتلة الكبيرة بس بالنسبة لل X Y يبقى دي القيمة الجديدة لل center of mass بالنسبة للروف هنلاقيه برضو اتحرك في اتجاه الكتلة الكبيرة بس بقيم مختلفة اللي هو 36.5-35-4 يعني هنا اكبر من 36 وهنا اصغر من 36 يبقى دي اول نقطة تاني نقطة انها هنلاقي الكيم سبتة في كل الادوار يعني هو اتحرك بس الكيمة سبتة في كل الادوار مع عدد دور الروف الكتل التراكمية زي ما هي وطبعا الكتل زادت يعني هنا 25000 وهنا 24000 هنا بقت 26000 وهنا بقت 25000 وده طبعا الكتل التراكمية بيجمع الكتل زي المرة اللي فات بالنسبة لل XCCM و YCCM اللي هو center of mass للكتل التراكمية هنلاقيها برضو اختلفت وهنلاقيها اختلفت عن قيم XCM وال YCM يعني هنا الكيمة سبتة 37.1 لغاية تحت هنا 34.8 لغاية تحت هنا هنلاقيها في دور الروف هي نفس الكيمة وبعد كده الكيمة في اتجاه X بتبتدي تزيد لغاية ما توصل ل37.8 من 100 يعني بتقرب من العمود الكبير في اتجاه X وهنا الكيمة بتبتدي تقل هنا عندنا 35.1 من 10 بتوصل ل34.9 من 10 يعني برضو بتقرب من العمود الكبير في اتجاه Y يبقى مش زي الحالة الاولى XCCM YCCM اختلفت عن XCM و YCM بالنسبة بقى XCR و YCR But what happens with center of rigidity similar to center of mass the center of resistance also shifted towards the heavier column due to greater lateral stiffness imparted by this column يعني نتيجة لل lateral stiffness الكبيرة بالنسبة للكولم اللي احنا زودنا اللي stiffness بتاعته نتيجة زيادة الصيز بتاعه هيتحرك center of rigidity ناحية الكولم however in this case the location is not same for each story يعني اللوكيشن مش ثابت بالنسبة لكل الأدوار يعني center of rigidity هيتحرك ناحية العمود الكبير بس مش هيبقى ثابت بالنسبة لكل الأدوار in fact it is varying for each story and that variation is bloated in the figure blue هنا بيقول لنا the XCR كلا نحن الكبير Lance